وستكون البداية من الحديث عن رسول الله لأن رسول الله هو ديننا لأن رسول الله هو قرآننا لأن رسول الله هو منظومتنا العقائدية الأصل بعبارة أخرى محمد هو الأول والآخر عندنا وهو الظاهر والباطن عندنا محمد هو الفاتح والخاتم عندنا محمد ديننا محمد أساس ديننا محمد قرآننا محمد مضمون قرآننا محمد حقيقة حقائق إيماننا محمد هو كل شيء عندنا ولا يوجد شيء آخر محمد 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 صلى الله عليه وآله لا زلت أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وفقا للمذهب الطوسي القذر إنه مذهب حوزة النجف فهذا مؤسسها ورئيسها وزعيمها ولا زالت حوزة النجف تعمل بمنهاجه أذهب بكم إلى سورة الحج وإلى الآية الثانية والخمسين بعد البسملة من سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم الآية الثانية والخمسون بعد البسملة من سورة الحج أعيد قراءتها وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ماذا يقول أبو طوسي هذا هو الجزء السابع من التبيان طامة كبرى طامة كبرى يفسر الآية بأكذوبة العديد من علماء المخالفين يكذبونها يرفضونها الأكذوبة التي تعرف بأسطورة الغرانيق إنه يثبتها يثبت أسطورة الغرانيق لرسول الله صلى الله عليه وآله في وسط المخالفين في وسط علماء سقيفة بني ساعدة هناك العديد منهم يرفضون هذه الأسطورة يثبتونها في كتبهم لكنهم يرفضونها ما هي أسطورة الغرانيق الغرانيق في اللغة تعني الطيور البيضاء الغرانيق هي الطيور البيضاء الأسطورة هكذا تقول من أن الشيطان تمكن تمكن أن يلقي آيات شيطانية على لسان رسول الله وقرأها رسول الله في آيات القرآن هذه أسطورة الغرانيق الطوسي يثبتها يثبتها في تفسير هذه الآية التي قرأتها عليكم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآية تتحدث عن أمنيته لا علاقة لها بقراءة آيات من القرآن النبي يتمنى أمنيته لكن هذا الأثول لأنه ناصبي سافل قذر بتري مرجئي حقير يثبت هذه الأسطورة ويرسقها برسول الله في الصفحة التاسعة والعشرين بعد الثلاثمائة روية عن ابن عباس وسعيد ابن جبير والضحاك ومحمد بن كعب ومحمد بن قيس محمد بن عبد الله أين محمد بن علي الباقر أين محمد بن علي الجواد أين من هو هذا محمد بن كعب ومحمد بن قيس من أقول لكم طايا حظكم أنتم ما تقبلون مني تردون دليل على طايا حظكم أكثر من هذا أين محمد بن عبد الله أين محمد الباقر أين محمد الجواد من هم آؤلاء روية عن ابن عباس وسعيد ابن جبير والضحاك ومحمد بن كعب ومحمد بن قيس أنهم قالوا كان سبب نزول الآية أنه لما تلا النبي أفرأيتم اللات والعزة والعزة هذه الآيات التي في سورة النجم أفرأيتم أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى الآية الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة النجم والتي بعدها أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى هؤلاء هؤلاء الذين ذكرهم يقولون كان سبب نزول الآية أنه لما تلا النبي أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتج هذه الأسطورة الطويلة لا أريد قراءتها أكتفي بذكر رأس الأسطورة لأن الوقت يجري سريعا يمكنكم أن تعودوا وتقرأوا بقية القذارة هذه التي أثبتها هذا القذر النت أتحدث عن شيخ الطائف أبو طوسي فأثبت هذه الأسطورة في حق رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الكلام موجود صفحة 329 صفحة 330 صفحة 330 من الجزء السابع من تفسير التبيان للطوس ونقل ونقل عن الجباء ونقل عن الحسن البصري لكنه لم ينقل شيئا عن العترة الطاهرة نقل نقل كل هذا الضلال وكل هذا الهراء عن أعداء العترة وهو ينسب إلى رسول الله ما ينسب من النقص من أن الشيطان اخترقه وأوحى إليه وأوحى إليه وألقى على لسانه أن يقول في مدح آلهة قريش في مدح تلك الأصنام تلك الغرانيق العلا الطيور البيضاء العلا وهذا في ثقافة العربي يشير إلى الملائكة وحتى في رواياتنا فإن الملائكة قد يتصورون بصور الطيور البيضاء تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن وإن شفاعة هذه الأصنام لترتج الشيطان يعبث برسول الله فينسيه مثل ما مر علينا في الآية الثامنة والستين بعد البسملة من سورة الأنعام الشيطان ينسي رسول الله والشيطان يلقي على لسان رسول الله كلاما ما هو من القرآن يتصوره رسول الله أنه من القرآن إذن ماذا بقي لرسول الله من الحصانة والعصمة والمنعة ماذا بقي له هذا هو المذهب الطوسي القذر حينما أقول لكم هناك سقيفتان يجب البراءة منهما هناك سقيفة بني ساعدة التي جاءتنا بهذه الأسطورة وهناك سقيفة بني طوسي التي تفسر قرآن العترة بهذا التفسير وتقول لكم هذا تفسير العترة أقرأ عليكم من تفسير القمي بخصوص هذه الآية وتفسير القمي جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الثانية والأربعين بعد الأربع مئة وقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلى قوله والله عليم حكيم فإن العامة النواصب فإن العامة رووا أن رسول الله كان في الصلاة فقرأ سورة النجم في المسجد الحرام وقريش يستمعون لقراءته فلما انتهى إلى هذه الآية أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى أجرى إبليس على لسانه فإنها للغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى ففرحت قريش قال فنزل جبرائيل فقال له جبرائيل قد قرأت ما لم أنزل عليك جبرائيل يعلم رسول الله هذا ما يقوله نواصب سقيفة بني ساعدة ألا لعنة عليهم فقال له جبرائيل قد قرأت ما لم أنزل عليك وأنزل عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان هذا كلام النواصب وجاء هنا مذكورا بنحو مختصر الطوسي نقله بنحو مفصل وأثبته ولم يذكر شيئا عن محمد وآل محمد بخصوص هذه الآية ماذا قال آل محمد بحسب ما جاء مرويا في تفسير القمي وأما الخاصة فإنه روي عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أن رسول الله أصابه خصاصة خصاصة جاء كان جائعا أن رسول الله أصابه خصاصة أراد أن يتناول شيئا من الطعام فجاء إلى رجل من الأنصار فقال له هل عندك من طعام فقال نعم يا رسول الله وذبح له عناقا العناق صغير الماعس يقال له عناق ذبح له عناقا صغير الماعس الأنثى إذا كانت إذا كانت الأنثى الأنثى من صغار الماعس يقال لها العناق وذبح له عناقا وشواه فلما أدناه من من رسول الله تمنى رسول الله أن يكون معه علي وفاطمة والحسن والحسين فجاء منافقان الرواية مزورة وحق قمر بني هاشم في النسخ القديمة لتفسير القمي ذكرة الأسماء لكن النسخ القديمة ليست عندي وإنما عندي تفسير البرهان ومؤلفه توفي سنة ألف مية وسبعة هاشم البحراني نقل عن النسخ القديمة ولم تحرف الرواية هنا هذا هو الجزء الخامس من تفسير البرهان لهاشم البحراني إنها طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان ونقلها عن علي بن إبراهيم عن نفس التفسير إن العامة رواه وأما الخاصة فإنهم رواه عن أبي عبد الله فلما أدناه أدنا الذبيحة المشوية تمنى رسول الله أن يكون معه علي وفاطمة والحسن والحسين فجاء أبو بكر وعمر حذف الإسمان هنا في هذه الطبعة فجاء منافقان ولكن في النسخة الأصلية فجاء أبو بكر وعمر ومثل هذا كثير في كتبنا الذين يقومون بهذا هم أصحاب العمائم يعبثون بالروايات والأعادية الوهابيون لا علاقة لهم بالموضوع أقسم بالحسيني الوهابيون لا علاقة لهم بالموضوع هؤلاء الطوسيون الحقراء السفلة هم الذين يفعلون هذا إنهم أصحاب العمائم الكبيرة أصحاب العمائم الصغيرة لا يجرؤون أن يفعلوا هذا عوام الشيعة لا يعرفون هذا الأمر حتى يفعلوه أصلاً لا يخطروا هذا في أذهانهم وإنما كبار القوم كبار الطوسيين نواب صاحب الزمان هؤلاء السفلة الهتلية هؤلاء هم الذين يحرفون الكتب فلما أدناه من تمنى رسول الله أن يكون معه علي وفاطمة والحسن والحسين فجاء أبو بكر وعمر ثم جاء علي بعدهما فأنزل الله في ذلك وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي في قراءة أهل البيت ولا محدث من رسول ولا نبي ولا محدث ولا محدث وصف للأئمة صلوات الله عليه هذا بحسب قراءة أهل البيت الموجود في المصحف وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي بحسب قراءة أهل البيت ولا محدث المحدث أيضا هو من الرسل الآية هكذا تقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث بحسب قراءة العترة الطاهرة فهم رسل مرسلون أيضا بحسب بحسب مقاماته وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث هنا أيضا حذفوا كلمة محدث حذفوها من تفسير القم كلمة محدث أيضا حذفت مع أنها موجودة في النسخ القديمة الأصلية وها هو هاشم البحراني يثبتها عن تلك النسخ هؤلاء أغبياء يحرفون ولا يعلمون أن الكثير من المصادر موجودة نقلت عن النسخ القديمة وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته يعني فلانا وفلانا إنهما الذان ذكر قبل قليل فجاء أبو بكر وعمر فينسخ الله ما يلقي الشيطان يعني لما جاء علي بعدهما ثم يحكم الله آياته يعني بنصرة أمير المؤمنين أين هذا من أسطورة الغرانيق العلا أضعوا الأمر بين أيديكم وأنتم قارنوا وحكموا عقولكم وعرفوا من أنكم قد وقعتم في أحضان مجموعة من الشياطين السفلة الذين يقولون إنهم نواب لصاحب الزمان وهذا كبيرهم هذا إمامهم وزعيمهم هذا كبيرهم الذي علمهم الهراء والخراء هذا هو الذي علمهم الضلال إنه الطوسي المشؤوم أتمنى في يوم القيامة أن أراه كي أبصق في وجه القذر والله أتمنى هذا أتمنى على الزهراء أن توفقني أن أفعل هذا في يوم القيامة أن أراه وأن أبصق في وجه القذر هذا هو المذهب الطوسي نذهب إلى فاصل حديث الإفك من شؤون رسول الله صلى الله عليه وآله من شؤون عائلته وأسرته حديث الإفك الذي تحدثت عنه سورة النور في الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآية وما بعدها من الآيات في سورة النور مجموعة آيات في سورة النور نعرفها بهذا العنوان بعنوان حديث الإفك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم في كتب المخالفين الحكاية يحكونها عن عائشة من أن عائشة خرجت مع النبي في غزوة بني المصطلق ونزلت ونزلت في الطريق لقضاء حاجتها وتحرك الركب ولم يعلم بأن عائشة قد ذهبت لقضاء حاجتها ذهبت إلى الخلاء هي هكذا تقول عائشة تقول فلما رجعت وجدت القافلة قد تحركت ركب النبي قد تحرك فبقيت حائرة ماذا تصنع وإذا براكب قد جاء إنه صفوان ابن المعطل فحملها معه والتحق بالقافلة صفوان ابن المعطل كانت سمعته سيئة وخصوصا فيما يرتبط بأمر النساء فتقول عائشة من أن المسلمين لما رأوا عائشة جاءت متأخرة ولوحدها مع صفوان ابن المعطل فاتهموها بالزنا مع صفوان ابن المعطل فنزلت هذه الآيات في تبرئتها وهذا هو الذي يذكرونه في كتب المخالفين ويقولون من أن الله برأ عائشة في القرآن وفي الحقيقة هذه الحكاية كذب في كذب في كذب إنها من أكاذيب عائشة أكاذيب عائشة كثيرة هذه أكذوبة من أكاذيبها نحن في رواياتنا في أحاديثنا الغيرة قتلت عائشة وكانت صاحبتها حفصة معها أيضا الغيرة النسائية قتلت عائشة لعلاقة النبي بماريا التي جاءت من أقباط مصر جاءت من مصر وعائشة كانت عقيما وكذلك حفصة كانت عقيما ومارية ولدت إبراهيم وكان رسول الله يحب إبراهيم كثيرا الغيرة قتلت عائشة فعائشة اتهمت مارية بالزنا مع الخادم الذي جاء معها من مصر والذي يذكر باسم جريح وفي بعض النسخ جريج هذا خادم جاء مع مارية لأن مارية بعث بها ملك الأقباط ملك مصر المقوقس بعثها هدية مع الهدايا لرسول الله صلى الله عليه وآله وكان هذا الأمر معروفا في تلك الأزمنة عائشة عائشة وحفصة وفي رواياتنا وأبو بكر وعمر أيضا اتهموا مارية بالزنا مع جريح أو جريج هذا مع هذا الخادم الذي جاء معها وكانت وكانت عائشة تقول لرسول الله من أن إبراهيم ما هو بولدك إنه ولد جريح أو جريج بحسب اختلاف النسخ فحديث الإفك يرتبط بأم المؤمنين مارية وليس بعائشة وعائشة هي التي افترت على مارية وبعد ذلك اتضح أن جريح هذا لم يكن إلا خادما مجبوبا يعني ما كان يملك الذي يملكه الرجال كان مجبوبا والحكاية مفصلة فجاءت هذه الآيات لتبرئة السيدة مارية من فرية عائشة هذه هي الحقيقة في أحاديثنا ورواياتنا أنا جئت بالمصادر وبالروايات لكن الوقت يجري سريعا فماذا أصنع له ومن هنا اختصرت الكلام الطوسي ماذا أثبت أثبت الحكاية التي تحكيها عائشة وهي الحكاية المعروفة عند نواصب سقيفة بني ساعد أثبت الحكاية ومن أن الآيات نزلت في براءة عائشة هذا هو الذي أثبته الطوسي في التبيان عودوا إلى الجزء السابع وابتداء من صفحة أربعمية وأربعة عشر أربعمية وخمسطعاش أربعمية وستعاش وما بعدها في صفحة أربعمية وخمسطعاش وكان سبب الإفك أن عائشة ضاع عقدها في غزوة بني المصطلق وكانت تباعدت لقضاء الحاجة فرجعت تطلبه وحمل هودجها على بعيرها ظنا منهم بها أنها في تعابير ركيكة جداً هي تعابير الطوس إنها العجمة القاتلة في كتب مراجع الشيعة بسبب افتقارهم للبلاغة والفصاحة فلما صارت إلى الموضع وجدتهم قد رحلوا عن وكان صفوان بن معطل السلمي الذكواني من وراء الجيش فمر بها فلما عرفها أناخب عيره حتى ركبته وهو يسوقه حتى أتى الجيش بعدما نزلوا في قائم الظهيرة هكذا رواه الزهري عن عائشة الحكاية لها تفصيل وكلام طويل كان في نية أن أقرأه ولكن الوقت يجري سريعاً خلاصة الكلام الطوسي أثبت الواقعة التي نقلتها عائشة إنها كذبة عائشة حتى يقال من أن القرآن برأها لأن مارية توفيت بعد رسول الله وليس لها من أهل في المدينة والحكم صار بيد أبي بكر وعمر وعائشة صارت سيدة من سيدات الحكم آنذاك فلأجل أن تُعلي شأنها رتبت هذه الحكاية حتى يقال من أن آيات حديث الإفك جاءت لتبرئة عائشة هذا يقوله نواصب سقيفة بني ساعدة وهم أحرار فيما يعتقدون ولا نعتب عليهم ولا شأن لنا به وهنيئا لهم بما يقولون وطوبى لهم بما يفسرون أما نحن في حديث العترة فإن الأمر كما حكيته لكم الواقعة أن عائشة هي التي افترت على السيدة ماري وهذا كلام فيه تفصيل مذكور في كتبنا وفي أحاديثنا وهذه الآيات في سورة النور التي أولها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم بخصوص السيدة ماري وليست بخصوص عائشة وإنما تذم عائشة لأنها افترت على السيدة ماري لكن النواصب في سقيفة بني ساعدة جعلوا هذه الآيات في متح عائشة وهي التي قد افترت الكذبة في أصل الحكاية وإلا فإن عائشة لم تكن في غزوة بني المصطلق الحكاية كلها أكذوبة في كل تفاصيلها وأجزائها ولا شأن لنا بها لا شأن لنا بعائشة ولا شأن لنا بأكاذيبها ولا شأن لنا بما يقوله أن نواصب في تفسير هذه الآيات من سورة النور شأننا مع حديث أئمتنا هذه الآيات ترتبط بفرية عائشة على السيدة ماريا هذا الطوسي ماذا أثبت أثبت الطوسي الواقعة التي افترتها وكذبتها عائشة من أن عائشة قد اتهمت ولم يتهم عائشة أحد من المسلمين لأنها أساسا ما كانت في غزوة بين المصطلق ولم يكن كل هذا الذي تحدثت به عائشة وإنما الحكاية حكاية السيدة أم إبراهيم إنها السيدة ماريا مشكلتنا أي مشكلتنا أن الطوسي وأنثاله يثبتون الذي تثبته عائشة ويثبتون الذي تثبته سقيفة بني ساعد من هنا أقول لكم هؤلاء سقيفة ثانية إنهم سقيفة بني طوسي أنا لا أفتري على أحد هذا هو تفسير الطوسي وتفسير الطوسي موجودون عندكم في المكتبات بإمكانكم أن تذهبوا إلى الجزء السابع وإلى الصفحة أربعمية وخمسطعاش كي تقرأوا حديث عائشة وليس هناك لا من بعيد ولا من قريب من ذكر لما جاء عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماذا تقولون ألوائلي حينما يخرج مدافعا عن عائشة يستند إلى هذا الهراء إلى هراء الطوسي ولذلك دائما أقول لكم هذا مذهب وما هو بدين دين العترة شيء وهؤلاء دينهم شيء آخر لذا دائما أصر على البراءة من السقيفتين وعلى بيعة الغديرين السقيفتان هما السقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر